بعد مولانا تعالوا صاحب الجواهر المجلد 22 مولانا من الجواهر صفحة 62 يقول اولا فالظاهر الحاق المخالفين بمن اقروها ليش مو بالكافرين اكون نكتله لا توجد لا نكتتها واضحة حتى يجعله مخلد في النار لانه اذا صار كافر قد شنو اما اذا صار مشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك فالحاقه بالمشركين مو الحاق شنو ولهذا يصرح العلامة المجلسي انهم خالدون في النار ابدا ما يخرجون الكفار طلعون بس اهل الخلاف يطلعون لو ما يطلعون لا ما يخرجون قال واولى من ذلك من سبهم وهجاؤهم على رؤوس الاشار واولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الاعصار والامصار علماؤهم اوامهم حتى ملأوا القراطيس منها بل هي عندهم من افضل الطاعات واكمل القربات هل ستفهم لماذا لعد الفضائيات مولانا بيني وبين الله جملة من الفضائيات يقول بابا هذول اللي ما دا يشتمون خلاف الدين دا يسوون وإلا احنا دا نعمل بوصايا من بوصايا رسول الله فلا غرابة في دعوة تحصيل الاجماع التفت بل عن بعضهم يمكن دعوة كون ذلك من الضروريات فاذا انا انكرت السبت خرجت ممن اعزائي من مذهب اهل البيت من الضروريات فضلا عن القطعيات اصلا لا يوجد بحث انه قطعيون متواتر وانما الكلام ماذا انه ضروري لو مو ضروري ومن هنا انت الان تجد الفضائيات او بعض الفضائيات مع الاسف الشديد واقع عنده تخرج جملة من علماء الشيعة لماذا تخرجهم تقول لي ان هؤلاء يشتمون او لا يشتمون لا يشتمون وهذا من ضروريات المذهب ومن انكر ضروري المذهب بيبقى شيعي لو يصير وهابي مولانا يصير وهابي سني مولانا بابا هذي هذي من شاؤها هذي اعلام الاصوليين هذي من شاؤها بل اكثر من ذا هسه ينقل يقولوا فمن الغريب عن المقدس الاردبيلي وظاهر الخراساني والكمل ان الظاهر عموم ادلة حرمة الغيبة لكل مسلم يقول غريب هذا شون يقول انه تحرم غيبة شنو المسلم فقط تحرم غيبة شنو المؤمن هسه المقدس الاردبيلي قايل لا اقل هذا خلاف الاحتيار شوه ماذا يجيبه الشيخ الصاحب الجواهر يقول بل لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص بل تواترت من لعنهم والسبهم والشتمهم وكفرهم وانهم مجوس هذه الامة واشر من النصارى وانجس من الكلاب بينك وبين الله ادتو خلوا الان يعني هاي العبارة طلعوها لا تقولون القائل انت بس تسمعها تقول بابا هذا الدي يتكلم لو مارد اجيب الاسماء تعرفه هذا اي منطق هذا بابا دا يشهد الشهادتين بيني وبين الله دا يذهب الى الحاج يصوم يصلي كذا التفت يقول ان مقتضى التقدس اللي يقوله منه الاردبيلي ان مقتضى التقدس والورع خلاف ذلك انت تقولي مقتضى الاحتياط ان لا يشتم مقتضى الاحتياط شنو ان يشتم مو لا يشتم وحين اذن فلفظ الناس والمسلم يجب ارادة المؤمن منهما اذا وجدت في بعض الروايات يحرم غيبت يحرم غيبت المسلم ترى مراد من المسلم منه مؤمن يا مؤمن هما يا شيعي لا يا شيعي هو اللي يقوله هو يقول مو انت انت افترف صورة شيعي قلت بابا انا شيعي والله بالله ما اعتقد يقول لا لو تعتقد اللي انا اقوله لو انت شنو مو شيعي لو تقبل تطبيره تطيينه اطلع صوت الكلاب في العذاء الحسيني لو انت شنو مو شيعي ضد الشعال بل بل بعد مو مقدس يصير بحال امامكم انا ده اقرم مو من عدي ده اقرم ولا انا اريد ابيلكم بان المشكلة اين وانا عندما صحت وصرخت وابقى اصرخ ان مشكلتنا في الموروث الروائي هاي الكلمات من اين انتوا وجدتوا استدلوا باية من القرآن وجدتم استدلال بماذا رواية 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 بعد مولانا وطام انه قد واحد يجاوبني يقول لي سيدنا هذا كتاب علمي مو معلوم ان صاحب الجواهر يفتي على ذلك هذا انفد باب للمخرج يتدرون من افضل المخارج انه من يضيق الخناق عليهم شي يقولون لا هذا بحث في علمي هذا مو ما الفتوى جيد جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة